موسيقى ومن المفارقات أن هذا الخطاب الذي يفجل بسبب مسلم البراك هو من أكثر الخطابات ترديداً بين كل أبناء الشعب الكويتي اليوم نكرر هذا الخطاب ليس انتصار للمسلم البراك ولكن انتصار للحق وانتصار لكويتي باسم الأمة باسم الأمة وانتصاراً للحق أقول كما قال عمر بن الخطاب لا خير فيكم أن تقولوها ولا خير فينا اللي لم نسمحها اليوم يا صاحب السمو الكويت تمر بأسوأ مراحلها وفعلاً هي تمر بأسوأ مراحلها ولا عندنا اليوم مجال المجاملة يا صاحب السمو لن نسبح لك لن نسبح لك باسم الأمر لن نسمح لك باسم العمر والشعب أن تمارس الحكم الفردي يا صاحب السموك أن بعض مستشارينك لهم مصالح تجارية وبعضهم في قلوبنا بعقد النفير على الشعب والديمقاطية فلا تجعل سلطاتك وأنت أمير النمر لمصالحهم وأحادهم يا صاحب السموك اختارك مجلس الأمة وعينك أميرا ولم يعينك أبوك وليا للعهد ولم يعينك أخوك وليا للعهد اختارك الشعب راضيا أميرا للبلاد فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان يا صاحب السموك التاريخ يسجل فماذا تريد أن يكتب التاريخ في صفحتك هل تريد أن يكتب في عهد الشيخ صباح الأحمد تم بخص أصحاب الرأي وقد تم بخص أصحاب الرأي هل تريد أن يكتب تضرب الناس بالمطاعات وقد ضرب الرجال والنساء بالمطاعات هل تريد أنه في عهد الشيخ صباح الأحمد نهبت الكويت وعموالها وقد نهبت الكويت وعموالها نهبت الكويت وعموالها ومع الأسف الشديد في الوقت الذي يملأ فيه أرصدة القبيضة الآر تملأ السجون بالأشراف هل تريد أن يكتب التاريخ في عهد صباح الأحمد تم انتهاك حقوق الشعب وتقويض الدستور وقد قويض الدستور بملسوم غير دستوري يا صاحب السمور أنت عقب ما استلمت العمارة رفعت مخصصاتك من 8 مليون إلى 50 مليون ما قلنا شيء تقديراً لك أحفظ يا سمو الأمير هذا التقدير ليس لنا وإنما للأمة يا صاحب السمو تعرف بشي مشكلتك مشكلتك طال عمرك أنك ليلحين تعتقد أنك رئيس وزراء وهذه مشكلتك يا أخوة اليوم يختلف عما سبقه وأكرر مرة أخرى وأكرر مرة أخرى لا يكون انتصارنا لمسلم وإن كان مسلم يستاهل بل يكون انتصارنا من الكويت كل الكويت وإذا كان الثمن اللي يدفع من أجل الكويت هو السجن فما راح نخلي بحمود روحها وأنا بكم لك وأنا بكم heart UFO me وحفظ يا أشخاص أعطاء ثانّ أتون أشخاص أتون أتون أشخاص أṉ أتون اشتركوا في القناة